في ظروف استثنائية لهذا العام تباشر وزارة التربية والتعليم مرحلة التصفيات لتحدي القراءة العربي 2020 والتي تمتد لثلاثة أيام حيث شارك مليون و 400 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس ومديريات التربية تأهل منهم 496 طالب وطالبة حيث سيمثل واحد منهم المملكة الأردنية الهاشمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يتم تحكيمه افطراضيا من قبل لجنة في إمارة دبي وتمر المشاركة في تحدي القراءة العربي بخمس مراحل تتضمن مرحلة قراءة مجموعة كتب وتلخيصها تليها مراحل التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولا إلى التصفيات النهائية وفق مصفوفة ومعايير معتمدة لتقييم المشاركين تحدي القراءة طبعا هو تحدي الطالب مع نفسه تعرف أنت الآن إحنا في زمن التكنولوجيا زمن التكنولوجيا أصبح فيه هجرة عن الكتاب الآن تحدي القراءة تدعو الطالب وذوي الطالب الأسرة إلى أنه يعود إلى الكتاب ويتحدى نفسه ويقرأ يقرأ خمسين كتاب ومن ثم يدخل في مراحل تقييمية وبالنهاية يتم تقييمه على مستوى الوزارة التربية والتعليم وإذا تم إن شاء الله فرز النخبة يتم تقييمه على مستوى الوطن العربي وإحنا الحمد لله حققنا نتائج ممتازة على مستوى الوطن العربي شاركت في تحدي القراءة حقيقة في العام الماضي ووجدت أن هناك بعض الاختلافات في تقدم إلى اللجنة لكن ما أعجبني حقيقة هو كيف تم تقديم الطلاب للجنة في هذا العام حيث أنه كان عن بعد لكن لم أشعر حقيقة بأن هناك صعوبة في مناقشة الكتب والتقدم إلى اللجنة تقدمتني مبادرة تحدي القراءة من خلال المدرسة وبحمد الله اجتزت المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصلت إلى مرحلة تنافس على مستوى الأردن وأأمل أن أجتاز المرحلة القادمة وأن أمثل بلدي خارجاً بالنسبة إلى مشاركتي في العام الماضي أحسست باختلاف بين العام الماضي وهذا العام في تطور من لغتي وأسلوبي في التحدث أحسست أن هذا العام كانت لغتي أفضل وأسلوبي أفضل